ظهرت إحصائية أصدرتها إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام أن الطلبة في الأردن ارتكبوا خلال العام الماضي نحو 2069 جريمة موزعة بين الجنح والجنائية تفاصيل أوفى في التقرير التالي قسمت إدارة المعلومات الجنائية التابعة للأمن العام إحصائيتها المتعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل الطلبة خلال العام الماضي 2015 وفقا لعدة تصنيفات فيما يتعلق بالجرائم حسب نوعها تصدرت الجرائم التي تقع على الأموال نسبة الجرائم المرتكبة تلتها الجرائم التي تشكل خطرا على السلامة العامة ومن ثم الجرائم التي تقع على الإدارة العامة ثم الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة ومن ثم الجرائم الواقعة على الإنسان عدد الجرائم الجنائية بلغ خلال العام الماضي 839 جريمة احتلت جريمة السرقة الجنائية المركز الأول حيث ارتكبت في هذا العام 423 جريمة تلتها الجرائم المتعلقة بهدك العرض بواقع مائة واثنتين وسبعين جريمة تلتها جرائم الإيذاء البليغ التي سجلت خمسا وتسعين جريمة ومن ثم الشروع بالقتل بواقع اثنتين وستين جريمة ومن ثم الخطف بواقع سبع وعشرين جريمة أما الجرائم الجنحوية فقد بلغ عددها خلال العام نفسه الفا ومائتين وثلاثين جريمة احتلت في خضمها جريمة السرقة الجنحوية المركز الأول مسجلة أربعمائة وعشر جرائم تلتها جرائم اطلاق العيارات النارية التي سجلت مائتين وثلاثا وأربعين جريمة تبعتها جرائم المقاومة والاعتداء على الموظفين بواقع مائتين وخمس وثلاثين جريمة ثم جرائم الاحتيال بواقع مائة وسبع وخمسين جريمة وبعد ذلك جرائم سرقات السيارات بواقع مائة وسبع جرائم